ما الذي ينتظر الفلوجة؟ وهل بات الهجوم عليها وشيكا؟ أسئلة وتكهنات تدور حول الأمر وسائل الأعلام الرسمية في العراق تقول إن القوات الحكومية طلبت من أهل الفلوجة مغادرتها في مؤشر على اقتراب شن هجوم على المدينة الرازح أهلها تحت حصار قاس منذ سنتين والذي تفرضه القوات الحكومية من الخارج وتنظيم الدولة من الداخل طلب المغادرة يزيد الأسئلة والتكهنات ففي حال خروج أهل المدينة كما يطالبهم القريب والبعيد إلى أين سيتجهون؟ وهي ذاتها أي الحكومة وقبل مدة زمنية ليست ببعيدة عندما خرج الأهالي من مختلف مناطق محافظة الأنبار ولاذوا بالفرار من قتل محتم على أيدي الميليشيات الشيعية حينها لكن رفضت بغداد استقبال الهاربين من بلادهم إلى عاصمة بلادهم واشترطت وجود كفيل للدخول فضلا عن تساؤلات حول أسباب تحول بوصلات المعركة من الموصل إلى الفلوجة وأطالب أهالي الفلوجة الكرام بترك المدينة دعوة أهل الفلوجة للمغادرة لم تكن الأولى فقد سبقتها دعوة أخرى أطلقها زعيم ميليشيا بدر وأحد القياديين في ميليشيا الحشد الشعبي هادي العامري الذي سبق له أن أطلق تهديدات ضد سكان المناطق السنية المختلفة في العراق بذريعة محاربة تنظيم الدولة وعلى ما يبدو أن الدورة جاء على الفلوجة الآن خصوصا بعد انسحاب تنظيم الدولة من منطقة الرطبة فمن بالتحديد سيخوض المعركة؟ القوات الحكومية أم الميليشيات الطائفية التي أصبح قادتها أصحاب قرار الحرب في العراق مع اختباء الكثير منهم خلف عباءة الجيش والقوات الأمنية فتسريبات جديدة تؤكد تهيئة ثلاثة أفواج من الحشد باعتبارهم شرطة اتحادية للمشاركة في معركة الفلوجة وتم تبليغهم بحلاقة الذقون واستبدال ملابسهم بلباس الشرطة الاتحادية مع تأكيد التسريبات أن ذلك تم بالاتفاق مع حكومة بغداد تأتي هذه التسريبات بالتزامن مع أنباء سابقة تحدثت عن أن الوعيد بالهجوم على الفلوجة جاء من قادة الميليشيات الشيعية وليس من وزارتي الداخلية والدفاع مفارقة تدعو إلى الذهاب برأي كثيرين إلى أن كل المعارك المتعلقة بتنظيم الدولة لا تحسمها إلا غارات التحالف الدولي بقيادة واشنطن والأخيرة ما زالت تبدي تحفظا على مشاركة الحجد الشعبي في معارك الأنبار وكذلك قالت حكومة بغداد من قبل يرى متابعون أن التعجيل في معركة الفلوجة ما هو إلا كتغطية على المظاهرات المتصاعدة في بغداد ضد حكومة العباد وأجهزته الأمنية وخصوصا تلك الأحداث الدامية التي جرت وما زالت في المنطقة الخضراء فهل تسعى الميليشيات الشيعية لإعادة توحيد نفسها من خلال دفع الفلوجة ثمن الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد في ظل التصدع الذي أصاب أركان البيت الشيعي في العراق موسيقى موسيقى